حذر البرازيلي ويليان فريقه تشيلسي الإنجليزي من النجم الأرجنتيني ليوني الميسي قبل مواجهة برشلونة ويحل تشيلسي ضيفا على برشلونة على ملعب كامبنو بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وقال ويليان خلال مؤتمر صحفي خاص باللقاء نشرته صحيفة آت الإسبانية تنتظرنا مباراة صعبة مهدا وبرشلونة سيصطر على الملعب بالاستحواذ على الكرة وأضاف ويليان بشأن مستواه سعيد بحالتي البدنية وبتسجلي للأهداف لدينا أحتراما كبيرا لبرشلونة هم نادي عظيم ولكن تشيلسي أيضا كوزلكي نريد أن نقوم بعملنا بشكل جيد وهو عمل مثالي للتأهل للدور القادم وتابع ويليان دوري الأبطال يختلف عن البريميريج في الدوري نقاتل لتواجد بالمراكز الأربعة الأولى وفي دوري الأبطال نريد التأهل للدور القادم دوري الأبطال منافسة من نوع خاص أنها عقليتنا ونريد أن نبذل قصاري جهدنا بالمسابقتين وبشأن النجم الأرانتيني ميسي على القويليان تعرف ليوني الميسي وبرشلونة جيدا هنا كاعبون ذو جودة عالية وعلينا أن ننطبه لهم ميسي لاعب من نوع خاص قادر أن يفعل ما يريد على أرض الملعب وعلينا أن ننطبه جيدا لما يفعله وبشأن إمكانية غياب أدريسة إيستا لقائد برشلونة عن المباراة أضاف البرازيلي هو لاعب رائع لكون لديهم الكثير من اللاعبين الكبار الخرينزين يمكنهم اللعب والقيام بعمل جيد وأختتم بشأن المواجهة التي جمعت الفريقين من قبل عام 2012 كنت أشاهد تلك المباراة لكن كل مباراة لها تاريخها الخاص وتلك أصبحت من الماضي وغدا شيء جديد مباراة جديدة علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ترجمة نانسي قنقر